موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحاول ننصح التمرين الأول من درس الأعداد الجدرياء للنوبة غاسونيل للسنة الثانية أعدادية عربية أو فرنسية ومن نسبة لنصد هذا التمرين كالكولي للصم سويفاند المطلوب هو أن نحسب هذا المجامع كما تلاحظون فحاولت ما أمكان لندلكم مختلف الحالات بمعنى إذا ضبطتهم زيال هذا التمرين ككل فكونوا على يقيني لم يكن لديكم أي إشكال بنسبة لهذه الفقرات مجموعة عددين جدريين نبدو بالمثال الأول هنا لدينا مجموعة جوجة الأعداد الجدرياء لدينا نفس المقام لذلك المقام العدد الأول هو ثمانية كذلك المقام الثاني هو ثمانية إذا في هذه الحالة نحتفظه بالمقام المشترك ثم تنجمعه البسطية مزيلا؟ ناقص 6 زائد ناقص 5 كل شيء على ثمانية ناقص 6 زائد ناقص 5 هي ناقص 11 ناقص 11 على ثمانية خسرنا 6 ثم خسرنا 5 إذا النتيجة ستكون الخسارة وتنجمع الحال الخسارة مزيلا؟ هذا كان المثال الأول سوف نمشي إلى المثال الثاني هنا نجمعه غير هنا بنسبة للمقام العدد الأول لا يوجد نفس المقام العدد الثاني بمعنى أنه مقام مختلف فهذه الحالة أول حاجة هي أنه وحد المقام ثم من بعد نطبق هذه القاعدة اللي شاهدنا في المثال الأول لو هنا عندي سبعة وعندي هنا 21 نلاحظ أن 21 من المضاعفة لعدد سبعة بمعنى هذه سبعة نقدر نحولها لـ 21 إذا هنا المقام موحد فهذه الحالة هو 21 ويشرون دائمًا نأخذ هذا العدد المضاعف ويكون هو المقام الموحد لذلك سوف نضع هذا العدد الثاني ثم بنسبة للمقام العدد الأول سوف نضربها في ثلاثة لكي نوصلها إلى 21 وبالتالي سوف نضربه في نفس العدد إذا سوف نضرب 7 ضرب ثلاثة ونقص 4 ضرب ثلاثة بالنسبة للمقام العدد يجعلنا كما هو وبالتالي نضرب على أين بعد سوف نضرب على نفس العدد نعض نضرب ثلاثة 그래서 سوف نضرب ثلاثة إذا إذا سوف تسعطينا نقص 12 وبالتالي سوف نسافة وبالتالي سوف نضرب ثلاثة والعادد لذلك هذا بالست انجد نضيف جميع الناقس للمواقع ثم نقوم بحسب الناقس لنضيف المقام الموحد نضيف الناقس 12 ثم نقسم كل شيء 1 و 21 نضيف المقام الموحد ويقوم بإمكاننا في هذا المثال ثم خسرنا 12 ثم يربحنا 5 حيث يكون خسارة كيف يحدث بين 12 و 5 ماذا خاصة هذه الخمسة لكي تصل إلى 12؟ خاصة 7 مزيح؟ إذن ستكون لدينا ناقص 7 على 21 طبق لحالة إذا أريد أن تزيل العدد هذا يعني نختزله ب 7 فأخرج لدينا ناقص 1 على 3 هنا بنسبة 21 رفعة 3 ديال 7 صافي؟ أو تخلي رأيك معك يعني إذا لم يكن في السؤال أنك تختزله فهي ممكن أنك تخلي رأيك فقط ما هو المثال الثالث؟ بالنسبة للمثال الثالث هنا 11 على 5 زائد ناقص 4 على 3 فهنا هذا الناقص فقط حولتها للفوق وهذه الأمور سأسابق لكم وشفتها بالنسبة لهذا العدد الكاميرا ساليب فهذا الناقص فيما كانت؟ سواء كانت للفوق سواء كانت للتاحث أو سواء كانت على السطر فدائما يبقى عدد ساليب لذلك أنا فقط حتى تعمل المقام ورجعتها للبسط يعني على نفس الأدد لذلك المجموعة الجوش الأدد الجدرية لديهم مقام مختلف إذن أول خطوة ندير خاصة نوحد هذا المقام ما هو المقام موحد هنا؟ لدي خمسة وعندي ثلاثة خمسة ماشية من المضاعفة ثلاثة يعني لا يوجد نفس هذه الحالة في المثال الذي قبل إذن هنا ندير خمسة ضرب ثلاثة دائما فش مكتلقاش يعني شي على أرقاب بين هذا المقام وهذا المقام يمكنك تدير مباشرة يعني ندير خمسة مضرب ثلاثة وغاد يكون هذا المضاعف لمشترك بججوم إذن خمسة ضرب ثلاثة إذن هذا العدد الأول خمسة سنضرب ثلاثة وحتى حدوش سنضرب ثلاثة بنسبة العدد الثاني سنضرب ثلاثة ضرب خمسة وناقص ربعة تهية سنضرب ثلاثة سنضرب ثلاثة مزيلا؟ ومثلا تطبقوا علاقات الفراشة كما تسميها حدوش سنضرب ثلاثة زاعد ناقص ربعة ضرب خمسة والتحس نضرب خمسة ضرب ثلاثة مزيلا؟ ونزيد نحسب هذا التعبير 11 ضرب ثلاثة ثلاثة ناقص ربعة ضرب خمسة ثلاثة ناقص عشرين وكل شيء نقسمه على خمسة خمسة ضرب ثلاثة هنا ربحنا ثلاثة 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 ثم خسرنا عشرين إذن نتيجة تكون أربح لأن الرباح لهم ugore واظر حول كثير iptir مرة ثلاثة 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 About price ثلاثة الطعام قمنا with for two also تعطينا ثلاثة 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 ثلاث that is the difference اذا هذا هذا حدث اذا question ماذا نفعله؟ يمكن أن تلاحظ أن هذا العدد لا يكتب كتابة كسرية لذلك يجب أن نحويله صفور من الكريتور فراكسينا لذلك يجب أن نكتبه صفور من الكريتور فراكسينا يجب أن نفعله مثلاً 12 على 10 ولو 1 فاصلة جوج نقسمها على 1 هناك 1 في المقام وخمسة هناك مقام 1 فائدة خمسة وإذا بالنسبة ل أن يتقوم بالتقارية لذلك يتقوم بالنسبة لهذه المقام يمكننا أن نضيع ألعبه وخمسة اي حاجة يمكننا التقليد على المقام ببسط نضربه 5 مزيد ومن بعد الساعة سوف نكون لدينا نفس المقام سوف نفض بنفس المقام وبنسبة لها نجمعه هنا 1. جوجلة تربطها 5 6 زائد 3 هي ماية و 6 زائد 3 هي 9 صحفين يتسعود على 5 اذا كان صحة العملية هذه عندما نمشون العملية اخرى نقص 9 على 10 زائد 13 على 15 نفس الشيء جوجلة تربطها مقام مختلف هذا في 10 وهذا في 15 اذا اما مثلا نرى هذا 15 ليس مضعف 10 و 10 ليس مضعف نقص 9 على 15 اما نقص 9 على 15 و نضربها في 10 غير في هذه الحالة سوف نقص 9 على عدد كبير ولكن لا صحيح يعني ان تبقوا تلك العلاقات الفراشة مقدرنا كبيرة بنسبة لها مثل هذا او مثلا في هذه الحالة 15 و 10 عندهم شي قواسي مشترك يعني عندهم 5 يعني قاسي مشترك بينهم بالنسبة لهاد الحالة 15 و 10 المضعف المشترك ديالهم ويكون اصغر شوية هو 30 صعفة 30 على مضعف ديال 10 و في نفس الوقت مضعف ديال 15 فيها 10 من القواسم ديال 30 22 عشرة ومن القواسم ديال 30 أيضا هذا 15 إذا القاسم المضعف المشترك بنتهم وهو 30 طيب الحركين بزاف ديال مضعف المشتركة احنا فقط اخذينا صغير فيهم يعني قلنا قبيلة رأى 150 مضعف المشترك بنتهم احنا استخذينا الاصغر الوقت 10 باش نوصل على 30 خاصة نضربها في ثلاثة وناقص تسعود باش يعني تايير غادي ندلها نفس تايير غادي نضربها في ثلاثة 15 باش نوصل على 30 غادي نضربها في جوج ونضربها في ثلاثة ونضربها في ثلاثة ومن بعد ذلك ساعة نضربها بالسطف احنا لغادي نصبها هنا لدينا ناقام بحال بحال 10 33 و 15 ضرب جوج حتى 30 لذا احنا استخدنا به وهنا ناقص تسعود ضرب 3 هي ناقص 27 13 ضرب جوج هي 26 خسرت 27 و حتي 26 يعني النتيجة ستكون خسارة وبفارق واحد ناقص واحد ثلاثة ثلاثة مزيلا سوف نقص الآخر عملية هنا هنا تلاحظوا أن الجمع جوج ليس فقط غير جوج ثلاثة سوف نقص ثلاثة الأعداد ما سوف نقص ناقص ما سوف نقص في جوج أعداد جدرية و بالنسبة ثلاثة أعداد جدرية نرى المقام و خاصة ما كان مختلف في هذا المثال هنا نقص مختلف و خاصة نقص المقام كملاحظة عندي جوج و 4 و 8 سوف نقص لجوج ثمن و 8 مضاعف 4 وفي نفس الوقت مضاعف جوج بمعنى جوج نحاول الى 8 سنضربها في عدد وتعطينا 8 كذلك 4 من القواسين 8 يمكننا أن نضربها في عدد وتعطينا 8 على نسبة لهذا الحد لا نقصه جوج لكي نصل الى 8 سنضربها سنضربها في 4 نسبة لهذا الحد لول كتبنا جيد حسنا نسيجان اللحظة سنضربها في 2 سنضرب в 8 ثم سنضرب 8 8 على نسبة لهذا الحد كما هو إصافي لذلك تلاحظوا أن المجموعة الواحد ثلاثة ديال أعداد لديهم نفس المقام هنا هده رغي عثنا 8 وهده رغي عثنا 8 وهده رغي عثنا 8 إذن نحتفظ نحتفظ نبرا المقام وبنسبة لهذه الأعداد خمسة ضرب 4 هي 20 وناقص 9 ضرب 2 هي ناقص 18 وهنا زائد 11 مزيلا؟ 20 إلى حيثي منها 18 ضرب 3 وهنا زائد 11 ثلاثة 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 كما تفهموا هذا التمرين كما قلت هذا التمرين شامل تقريبا جموة الحالات سوف نحاول أن نواع في الحالات لكي نرطي مختلف الحالات التي تكون في هذا الدرس بطريقة الحالة إلى أن تكون ملاحظات أو شيء مثل فإمكن لكم أنكم تريد أسفل غير ذلك أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء